ابنائي وابناتي الطلبة وطلبات الصف السادس التدائي اهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقات مدرسة على الهوى في مادة اللغة العربية احنا الرتمة عندنا سريع شوية فاحنا عاوزين كل حلقة نحاول ننجز فانا قررت ان احنا ننجز في النحو يعني احنا هنقول في النحو كتير كده عشان نخلص نحو الفاصل الدراسي الاول عشان بعد كده كل موضوع حتى لو قراءة او نصوص نحوله النحو واحنا شغالين مع بعض النهاردة في موضوعات النحو احنا عندنا حاجة اسمها كانة واخواتها الاول الاول انا بتكلم كل حياتي في الصف السادس التدائي دلوقتي في الفاصل الدراسي الاول هتكلم عن الجملة الاسمية يعني انا هدخل هخبط اضرب الجرس ادخل الجملة الاسمية اتفرج على ايه اللي فيها واخش البيت نشوف ونتفرج سوا تعالوا لما نتفرج ونشوف ايه الحكاية حكاية الجملة الاسمية تعالوا سوا كده الاول مع الكلام بتاع الجملة الاسمية انا في الجملة الاسمية بداية كده انا قلت الجملة الاسمية بتتكون من ايه اه انا سمعك وعرفتك مبتدأ وخبر ده جملتي صح كده عندي فيه مبتدأ وعندي فيه خبر جملة اسمية يعني مبتدأ ويعني خبر يعني هما دول اعمدة الجملة الاسمية يعني لما ادخل واضرب الجرس اللي هيفتح لي بقى فتح لي المبتدأ فتح فتح للخبر فتح فتح للأولاد بقى من حروف الجر والناس التكملة اللي موجودة يجوز ان يفتحوا المهم ان هدخل واشوف ايه اللي ممكن يحصل يا مبتدأ ويا خبر انتو موجودين في الجملة ايوة موجودين في الجملة طيب تسمحوا لأي حد يدخل عندكم غريب يقولك احنا بنسمح وابنسمحش اه لأ على حسب اللي داخل يعني ايه يعني ممكن الناس توافق له ان يدخلوا وناس تقولوا لأ هنشوف كده ونعرف ايه اللي ممكن يوافقوا عليه يدخل وايه اللي ممكن يقولوا لأ معلش انا مش قادر تدخل علينا احنا ابدأ بس واقول كده واكتبلك بالقلم الاحمر اللي موجود معايا كده اقولك المبتدأ الاول اعرابه ايه تقول لي مرفوة اقولك شكرا يا دعا شاطر كويس مكتهد مؤدب حلو اوي كده الخبر يقول لي برضو مرفوة ازا فالتنين مبتدأوا خبر زي ما قلنا كده اب وام في البيت مرفوع الرأس الاتنين مرفوع تمام كده يعني المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع بص بقى اللي جاي كده وايه اللي ممكن يحول الرفع ورفع الرأس اللي موجود ده يغير فيه شوي انا قلتلك ده البيت صح كده مش ده البيت بتاعنا بيت الجملة الاسمية واتفقنا ادي الباب اللي انا دخلت منه ولما دخلت هلو ايو امامك معك اسمك محمد احمد علي محمد ازيك يا محمد ده ابنين يا محمد مصوان اصوان الله هو اكبر بص يا محمد عندك اي سؤال ولا اسألك بص يا محمد انا عاوز اقول لك حاجة بس الاول اسمعني اسمعني يا محمد اسمعني من التليفون مش بالتلفزيون انا هقول لك بس اللي انت عاوزه بس اسمعني اسمعني من التليفون بس يعني شوفوا الصورة في التليفزيون لكن الصوت من التليفون ماشي يا محمد انا معك بقى او اقول يا محمد سامعك يا محمد انا عاوز ايه انت عذاب مراجعة خفيفة انا وعد خطأ حشان نبقى مصوان ما اريدش يخطأ مراجعة خفيفة على انواع الخبر طب انا مش هكسفك يا محمد وبسرعة كده عشان انا هتكلم عنه النهاردة يعني انا بتكلم على الخبر وانواع الخبر هقول لك كده بسرعة وبخليك معايا انت انا قلت الخبر اشتكى وقال انا عاوز اتكلم معك بسرعة كده يا محمد بص يا محمد انا عندي الجملة اللي اسمها بتتكون من ايه من مبتدأ وخبر وخبر صح كده طيب الخبر قلنا هيتقسم لحاجات كده عشان ينوعها لي عشان الخبر يطراضة عشان الخبر بتاعنا ما يزعلش قلنا عملنا له انواع في نوع اسمه مفرد وفي جملة وفي شبه جملة صح يا محمد طيب المفرد ايا كان الكلمة انت اسمك ايه محمد هقول محمد مؤدب طيب مؤدب دي هو الخبر المفرد تمام كده طيب لما اجي بقى على الجملة الفعلية الجملة نفسها بتتقسم لاتنين فعلية واسمية فعلية وايه واسمية يعني لو قلت محمد برضو هو شفت انت محمد بص انت كده كمحمد وقلت يوزاكر دروسه شفت كده يوزاكر دي بقت فعل يعني معناها من الخبر هنا جملة يوزاكر ده خبر جملة فعلية صح كده معايا يا محمد تعالى بقى للجملة الاسمية اي اسم بس فيه ضمير بس فيه ايه ضمير انت بتسمعني كده فبتقول المعلم اللي هو انا شرحوه شفت انت قلت ايه جميل مفيد شفت انت قلت اتكلمت ايه على الشرح شرحوه رحوهو. يا بواد الخبر الجملة الايه? الاسمية. شبه الجملة اتفقنا بصرعة كده الجر والمجرور او الايه الظرف. جر والمجرور او الايه? او الظرف. والوحيدة اللي هيعلق لك عليها الظرف. لو قلت كده العصفور فوق الشجرة. استخرج لينا الخبر يا محمد. محمد. استخرج بقى الخبر من العصفور فوق الشجرة. الشجرة الخبر. لا. عندي هنا هو شبه الجملة بص يا محمد بقى كده وركز معايا. هو شبه الجملة ده اللي هو ايه? الظرف. اللي هو فوقه. الظرف اللي هو ايه? فوقه. يبه هو ده الخبر. هو ده ايه? الخبر. ونوعه شبه جملة. ونوعه شبه ايه? جملة. وصلت يا محمد? ايه. في امتى نوع الخبر? سلمني على اسوار. يلا. سلام يا محمد. وداوم على اتصالاتك معاي. نرجع بقى تاني. احنا رجعنا بسرعة لمحمد كده لانا كنت محتاج فعلا اقول للناس يعني ايه انواع الخبر وانتذكركم بيها. تعال اما اتكلم تاني على الجملة الاسمية. ومبتدأ وخبر. وعند المبتدأ مرفوة والخبر مرفوة والاتنين قاعدين كده وفي بيوتهم وقاعدين في الانترية مرفوعين. مرفوع الرأس. لما يضرب الجرس يدخل قريب. يدخل حبيب. يفضلوا مرفوعين الرأس وقاعدين. ما عنديش مشكلة. تكملة للجملة يكمل. لكن واحد داخل بيضرب مش الجرس. بيضرب على الباب جامد كده. وافتح ياللي جوه. افتح يا مبتدأ. افتح يا خبر. خد تنين هيئبا فيهم حالة من حالات العصيان. لاما يقوله لا مش فاتح. لا ما يقوله هفتح. اللي هتدخل دي هي واخوتها البنات جايين كده بيخبطوا على الجملة الاسمية. افتح يا جملة. افتح يا مبتدأ. افتح يا خبر. الخبر قال لا مش فاتح. المبتدأ قال انا اللي هفتح. اخد بالك من الاتنين. الخبر رفض. قال لا لا لا. انا مش فاتح لا لا. دا بيخبط جامد اوي. ده حاجة كده فيها نوع من انواع عدم تدحضر كده في الخبط. المبتدأ قلق نفتحه نشوف مين ده المبتدأ لما فتح خد بالك بقى هدي المبتدأ اهو وادي الخبر اهو خد بالك من فتحة الباب وايه اللي هيحصل ده المبتدأ وده الخبر خد بالك من المبتدأ والايه بقى تاني والخبر حلو كده خبطه فتح المبتدأ خد بالك من اللي هيدخل دلوقتي دخل مين خد بالك من الشلة اللي دخلها دي كان ركز معايا اصباح اضحى امس صار ليس واسيب الاتنين البقائين دول انا اسيبهم دلوقتي بص لللي حصل ده كده ركز في اللي كان مجموعة دخلة اسمهم كده اشوفهم على الكمبيوتر وورهم لك اسمهم اخوات مين بقى اللي انا داخلين دول كانة كانة واخواتها ادخل يا كانة وادخل يا اخواتها ركز معايا كده عشان هنشوف الجمل اللي هتتوجد دي كانوا مين واخواتها دخلت على مين على الجملة الاسمية مين اللي فتح لها المبتدأ الخبر عمل ايه رفض ان يفتح تقوم تقوله بس تعالى بقى كده ادخل علي مبتدأ عشان اقولك انا هعمل ايه اوريك الاول كده مجموعة جمل عشان تعرف يعني ايه جملة اسمية بص كده للجمل اللي هتتوجد اولا انا عندي المجموعة الاولى من الجمل بص كده الطعام مفيد جملة اسمية ولا مش جملة اسمية فين المبتدأ ادي الطعام مفيد خبر طيب اللي بعدها التلميذ نشيط برضو ابتدأ خبر بعدها الجو بارد مبتدأ خبر كل ده جملة تمة ولا مش تمة كملت ولا ما كملتش كل ده عاديين في بيوتهم مرتاحين ايه عاديين في بيوتهم مرتاحين السلام وشامل طيب العمل سهل كل ده جمل 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 وبيوت الجملة الاسمية طيب هنا جملة الاسمية لو هعرب كل واحدة من دول لو هعربها بص كده لما اجا اقول كده المجموعة به بص لها كده كان الطعام مفيدا وهنا هقف وقفة الوقفة اللي انا هقفها دي لما دخلت كان على الجملة الاسمية قلنا لما خبطت مين فتح فتح المبتدأ وقفة للخبر وقال مش هفتح تقول له تعالى بقى انت لك مكافأة ايها المبتدأ عندما تدخل كان او احدى اخواتها على الجملة الاسمية بتعمل ايه قال لي كده ترفع المبتدأ يعني عملت ايه في المبتدأ فضل قاعد في الانتري مرفوع الرأس كما هو لان هو اللي اول ما فاتحت قال لها ايه اتفضلي تفضل مرفوع يا عم المبتدأ ايوة بس هعمل لك تغيير بسيط هتتسمى باسمنا هتتسمى بايه باسمي بدل ما اسمك ايه بقى بص كده اسمك مبتدأ مرفوع وعلى مترفع الضمة هتقيب اسمك اسم كان مرفوع وعلى مترفع الضمة هتفضل مرفوع زي ما انت هتفضل قاعد زي ما انت في البيت مش هيحصل لك اي ازية مش هيحصل لك اي زل بس الحالة الوحيدة اللي هتعمل انه نغير اسمك في شهد الميلاد هيبسمك اسم كان بدل كلمة مبتدأ بس الراجل انبسط والمبتدأ فرح وقال باس انا مبسوط انا اسمي من دلوقتي اسم كان اسمه اطحى اسمه صارة المهم انه بقى اسمي ايه مرفوع زي منا طيب الخبر اللي رفض تعال اشوف الرفض بقى ايه اساسه لما رفض الخبر قالت له بس يا عم الخبر انا دخلت الجملة خلاص انا كده كده عدت في البيت مش هخرج تاني لما اخرج دلوقتي جملة جديدة اخرج فيها اروح بيت تاني لكن طول ما انا عندك هتفضل انت ايه بقى بص لها كده يسمى ايه بقى دخلت على الخبر تعمل في ايه تنصب يعني بعد العز يصبح في ايه في زل النصب تنصب الخبر وبرضو نفس الكلام ويسمى ايه خبرها هغيرك في شت الميلاد هتقب اسمك خبر كان تمام بس مش هتبقى مرفوع زي المبتدأ مش هتفضل قاعد في الانتريو مرفوع الرأس ده انا هواديك المطبخ تمسح وتسيق هتبقى منصوب هتبقى ايه بقى تاني منصوب عشان كده الخبر هنا حالة تتغيرك مع اخوات كان الخبر هو ايه متقطئ الرأس منصوب ومزلول وقاعد ساكت وكان عشان هو اللي رفض دخولها المبتدأ قاعد مبسوط قوي مرفوع عشان كده يفضل كما هو مرفوع بس ياخد ايه بقى في البطاقة كده الرقم القومي بتاعه بدلا ما يسمى مبتدأ يسمى ايه اسم كان وهنا الخبر يسمى خبر كان بس الحالتين مختلفين المبتدأ رفع رأسه مرفوع الخبر متقطئ الرأسه ايه ومنصوب هنا كم الجمل كده وخليكم انت تعريبوها معايا بص للجمل اللي بعد كده كان الطعامه ايه مفيدا يبقى الطعامه يبقى اسم ايه كان ماله مرفوع وعلى مترفع ايه اتضم خلاص صح مفيدا خبر مرفوع لا مش مرفوع كان مرفوع لكن دلوقتي ايه اللي حصله ايه وبرفو عليك دلوقتي دخل المطبخ يسيق بقى منصوب يعني معنى كده ان بقى ايه يبقى خبر كان منصوب وعلمة نصب الفتح شوف اللي بعدها هتلاقي برضو نفس الكلام اصباح التلميزه نشيطا نفس اللي احنا بنقوله اصباح فعل ناسخ طيب اقلب كده التلميزه اسم اصباح ماله مرفوع وعلمة رفع الضم جميل طيب نشيطا خبر اصباح مزلول لا لا منصوب مش مزلول منصوب وعلمة نصبه الايه الفتحة تمام انزل تاني امسى الجو باردا مبارح كده بالليل في المساء كان الجو ايه باردا يقبل جو ادي برضو اسمي كان ماله مرفوع طيب باردا خبر امسى منصوب انا قلت حاجة كده وتعمت اقولها انا قلت وانا بقول امسى الجو باردا قلت اسمي كان وروح تقيل ايه مرفوع طيب هو فيه كان هنا برافو عليك وانا دايما على فكرة انا عارف محمد اللي قاعد قصادي مركز معايا عشان كده هو قال لي انت بتقول كان لي مش هي امسى ايه يا محمد ده صح هي ايه امسى عشان كده لما تيجي تقولها تقول ايه بقى اسم امسى ما هي كان اخوتها اه ماشي انا ممكن معاها دلوقتي مين امسى يبقى تتكلم عن امسى اتكلمت عن كانة اتكلم عن كانة تمام كده كده تمام وبرافو عليك تعالوا بقى اما تكلم تاني في بقية الجمل واقولك لما تيجي تعريبها في الاعراب بقى بتعمل ايه انت اعرابك بقى لاني النحو هو ايه اعراب استخراج ادخل كل ده حاجات هنشوفها لما نشوف الامتحانات بس لازم تكون عندك ايه بقى ايوة اسمها ايه حسن التصرف وهدوء النحو محتاج تاني حسن التصرف وهدوء مش محتاج تصرع وجاري هتلاقي نفسك اخطأت والخطأ بيجيب خطأ تلاقي الجملة كلها ضاعت منك جملة هتكمل لو كملت نفس الكلام كل حاجة موجودة عندي بص كده اعراب المسار رقم واحد في المجموعة الواحد الاولى اللي هي كان اسمه ايه الطعام مفيد تعالوا بقى ما نعرف القديم كده الطعام لوحده كده من غير اي دخول وهم قاعدين في جملة المرتاحين وهم بيتكلموش مع حد لان محدش لسه دخل محدش لسه خبط على الباب قاعدين المبتدأ والخبر مرتاحين ايوة مالك يا عم الحاج انت الطعامه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم لسه ما دخلش حاجة لسه مبسوط في البيت ومفيش اي مشكلة طيب كان الطعام ماله مفيد المفيد بقى يبقى ايه خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم ده من غير برضو ايه من غير استعمار من غير دخول كان من غير تخبيط وكسر باب كل دي حاجات كانت قديمة سابقة وهو سيد بيته وموجود لو فهمنا من الجملة جملة اسمية تتكون من ايه مبتدأ وخبر الطعام مبتدأ ومفيد خبر دخل اي حاجة عليها بعد كده نقدر نقول بعد ما دخل ايه اللي حصل الغربالة اللي حصلت والمشكلة اللي حصلت بعد الدخول طيب المجموعة التانية بقى بص للشكل اللي عام في المجموعة التانية كان في ايه كان الطعام مفيدا هيحصل اختلاف هيحصل فرق ايه الفرق اللي هيحصل وايه الاختلاف اللي هيحصل هناك كنا بنقول طعام مبتدأ والايه ومفيد خبر شوف بقى الشكل تغير زي بص بص لها كده كان تدخل على الجملة الاسمية ترفع المبتدأ وتعمل ايه يسمى اسمها خد بالك بقى متزول اللي حصل وتنصب الخبر ويسمى ايه خبرها وهنا القعدة انا دايما نقول لولادنا القواعد لا تحفظ ولكن تفهم وانت تترجمها زي ما انت عاوز دي القعدة ما تحفظهاش بس تفهمها تعال بقى ما شوف كده انا قلت ايه التلميذ ونشيط ركز كده اصبح دخلت على الجملة عملت ايه رفعت المبتدأ ونصبت ايه الخبر زي كان بالزبط ايوة زي كان بالزبط ارجع تاني نسمى اصبح من اخوات كان برضو مثلها مثل ايه برضو كان صار خد بالك بقى من اللي جاي ده عد معايا صار ليس ظل كل دول اخوات مين كان واخواتها اصبح في عندي بقى اتنين كده اللي هو باتة وما زالة بنشتغل عليهم نعرفهم انهم من اخوات ايه كان كل ده لو عديتنا اخوات كان اللي موجودين عد معايا كده ادي كان عدهم منهم كان اصبح اضحى ليس ظل صار بات ما زال دول اسمهم اخوات ايه ايوة اخوات كان تدخل على الجملة الايه الاسمية تعمل ايه في الجملة الاسمية ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتعمل ايه تاني وتنصب الخبر ويسمى خبرها اي واحد من دول تنفع اي واحد من دول تنفع كانوا اخواتها البنات كلهم لما يدخلوا على الجملة الاسمية يعملوا كل التغيير ده ايوة بيعملوا كل التغيير ده يرفعوا مبتدأ وينصيبوا خبر عشان كده هم قالوا ايه بيدخلوا على الجملة الاسمية يقتحموا الجملة الاسمية يستعمروا الجملة الاسمية بيغيروا ملامحها بيغريروا كل حاجة تعالى بقى ليه كده انا ليه انا عشان اقولك يعني ايه الاول قبل ما خش على اللي جاي يعني ايه كلمة فعل ناسخ وناقص الاتنين عندي بنقول فيهم ايه دي يعني ايه ناسخ الاول ويعني ايه ناقص يعني ايه ناسخ ويعني ايه ناقص تعالوا واحدة واحدة كده كلمة ناسخ هو بيدخل على الجملة الاسمية بيعمل ايه بيغير ايه بيغير بيغير معالم كلمة ينسخ يغير شكل يغير معالم يعني بيشخبط او بيعدل هم الاتنين موجودين الخبر بيعتبر نفسه بيشخبط عليه بيعلم عليه لانه نصبه طيب المبتدأ بيعتبر نفسه رافعه وحطه في مكانة عالية يعني عدله اذا فالاتنين حصل فيهم ايه تعديل يعني ناسخ والنسخ ده هو الفعل الناسخ التاني ناقص كلمة ناقص ما دام هناك ناقص فهناك تام يعني ايه تام ويعني ايه ناقص اذا انا بس هفسرها لكو كده انا لما اتكلم الفعل التام دائما ايو اللي انا سامعوا برضو منكو كده يعني فعل فاعل يعني الفعل اللي له فاعل اذا فهو تام الفعل اللي له فاعل اذا فهو ايه تام انا بعمل ايه دلوقتي بشرح بمين اللي شرح المعلم مدام شرح المعلم اذا ففعل شرحها ده تام لانه هو فاعل فعلة عمله فاعل تعالى بقى للناقص الناقص مشكلة لانه داخل بيت مش بيته اصلا خد بالك بيت يا شرحة ده بيت الجملة الفعلية بيت الجملة الايه الفعلية ارجع لك واقولها تاني عشان ما نقولهاش غير كتاباتا قلنا شرحة المعلم هتكلم على شرحة كده الوحدة اقولك شرحة ده فعل ايه ماضي كلمة ايه فعل الجملة دي اسمها جملة ايه ركز معاها كده جملة فعلية ده هو اسمه فعل وده اسمه فعل يبقى ده بيت جملة فعلية بيت الجملة الفعلية اذا فالفعل اللي فيها فعل ايه تايم بتاعته ديته مش عايش بالايجار ده عايش شوية ملك كده في جملته ركز بقى في كده لو انا قلتلك هعمل جملة تانية بشكل تاني اللي هي الجملة الايه الاسمية مش انا لسه قلت الجملة الاسمية بتقول ايه جملة اسمية دخل عليها فعل اذا فالفعل ده مش بتاعه اصلا ده داخل كده شوية هيخبط شوية ولخبط شوية وينسك شوية وبعدين يمشي تاني يعني الفعل ده اسمه فعل ايه ناقص ليس فيه ايوة هو اسمه مستعمر يستعمر الجملة الاسمية يستغلها لفترة يرفع المبتدأ وينصب الخبر عشان كده سمانا ايه ناقص يعني ليس له ايه فعل ما انا لو قلت كده اضحى وروحت جاي كده قلت الجو وروحت جاي باردة شفت الفرق بالاتنين ايه اللي حصل الجملة هذه كده وهي حالتها زي ما هي كده هي جملة اسمية مش جملة فعلية بس جملة اسمية دخل عليها ايه دخل عليها فعل ناسخ فغير في معالمها رفع ده ونصب ده ازا فالجملة جملة ايه فعلية يعني اسمية يعني الفعل ده الفعل ده ليس له فاعل ما انا لما اتكلم دلوقتي بقول ايه بقى فين الفاعل مفيش فاعل ده في اسم لها وفي خبر لها الفاعل يبقى جملة فعلية يبقى فعل تام مفيش فاعل يعني في اسم يبقى ده جي اسمه ايه فعل ناقص اعظون كلمة ناقص دي تفسرت وعرفنا يعني ايه اصلا كلمة ايه ناقص يعني ايه كلمة ايه ناقص تعالى بقى اكمل لك حاجة الافعال الناسخة ويتدخل على الجملة الاسمية ركز في القواعد دي انا عمل اجيبها لك عشان تعمل ايه انت انت شخصيا تعمل ايه مش تحفظ تفهم احنا بنطبق اللي بيتقال ولي الكمبيوتر بيقوله بطبقه لك عندي هنا بس عشان انت ما تحفظه وبس يعني هو دخل على الجملة الافعال الناسخة دخلت على الجملة الاسمية بتعمل ايه في الجملة الاسمية ترفع المبتدأ تنسيب الخبر كل دي اشكال احنا قلنا عليها تعالى بقى لقاعدة زي دي وانت تصورها وتحطها عندك تدخل كان او احدى اخواتها على الجملة الاسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسم كان او اسم اصبحة او اسم اطحة او اسم صارة او اسم ظل اي حد من اخواتها وتنسب الخبر ويسمى خبر كان لغاية دلوقتي انا عمال طول ما انا باجري عمال اقول كلام المفروض انت تحفظه المفروض انت تعمل في ايه تحفظه شوف اللي جاية كده وهقولك عليها انا هقولها لك كده زي ما بيسموها تريكا كده يعني حاجة ما تقولش عليها وعندنا في النصوص بتاعتنا لو جيت اقولك اصبحة ركز في اللي انا قلته كده وقلتلك الصبح وجيت اقولك برضو اعارب لي كلمة الصبح من غير ما تكلم واحد بص كده قال لي اصبحة يعني من اخوات كان اذا فالصبح هو اسم كان مرفوع او اسم اصبحة مرفوع وعلامة رفع الضم هقوله انت على حسب القاعدة اللي احنا قلناها دي صح اه ما انا قلت كده صح بس تعال بقى شوف لك الايه الخدعة اللي اتعاملت لو جيت اقولك لما اتكلمت على اصبحة عندما تصبح اصبحة ليس لها فاعل يعني تدخل على جملة اسمية جملة اسمية ايه كاملة مبتدأ وخبر فاتغير في معالمها يعني هي دخل البيت كامل مش دخل قوضة واحدة ده فتحت البيت يعني لازم يكون فيه هنا ايه مبتدأ وخبر ده بشيه الاصبحة كده الصبحو مالو مالو الجملة مش تم يعني ما فيش جملة انما لو خلتها زي ما هي كده في اصبحة والصبحو اصبحة بمعنى اشراقة فتح مين اللي اشرق الصبح اذا فالجملة هنا جملة ايه تم الفعل بتاعها بيقول الصبحو اصبح النهار ده كده النهار اشرق الكلمة نفسها في اصبحة ده بسميه فعلي تام بسميه فعلي ايه تام لان اللي جي بعده فاعل انا ايلهلك بقى كده ايه زي ما بقولك تركة بسيطة التركة البسيطة دي قلتها في نهاية الحلقة عشان تقبل مستوعب ان انا عندي تاني تاني كانت واخواتها تدخل على الجملة الاسمية ترفع المبتدأ ويسمى اسمها تنصب الخبر ويسمى خبرها يبقى جملة اسمية دخل عليها كانت دخل عليها احدى اخواتها نصبت ورفعت وعشان لما قولي الحلقة الجاية والحلقات اللي جاية كل اللي حصل هنا ده اسمه ايه اسم وخبر اسمه ايه وخبر لما اجا اقول انواع الخبر شفت انا كنت بقول زمان انواع الخبر هقول هنا في اللي جاي والحصة اللي جاية والحلقة اللي جاية انواع خبر كانت هي 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 زي ما كنت بقول هنا انواع خبر هقول انواع خبر كانت نفس انواع الخبر اذا فالجملة الاسمية واحدة والجملة الاسمية بكل اللي احنا عارفناه عمودين اتنين مبتدأ وخبر مع دخول كان اخوتها رفعت راسل مبتدأ واصبح مرفوع كسرت راسل خبر واصبح منصوب هنا زي ما هو اتسمى بس اتسمى باسم تاني باسمه اسم كانة الخبر ظل كما هو خبر ولكن كسر انفه فاصبح ايه خبر كان منصوب واسم كان هو الايه اللي مرفوع بعد رفع اسم كانة ونصب خبر كانة حلقتنا انتهت وننوها عن حلقة الصف الاول الاعدادي واقول بقى لولادنا مستمرين حلقاتنا استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته